خدوا بالكو دي مصر دي مش اي بلد ده تاريخ كبير جدا ده شعب لا يقهر دي دولة كل ما بتقع بتقوم اقوى من الاول عزيزي المشاهدين زي ما تعودنا محاضاتكم هنستعرض اهم الاخبار وطبعا هيكون الزيارة بتاعت يعني الرئيس السودان هي الابرز استقرار السودان امتداد للامن القومي المصري ونشوف مع بعض تفاصيل هذا الخبر اكد رئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر على الحفاظ على العلاقات الرسخة بين شعبي واد النيل والموقف الداعم للامن والاستقرار في السودان والذي يعد امتدادا للامن القومي المصري واشار الرئيس خلال مباحثاته امس مع الرئيس السوداني عمر البشير بمقر الرئاسة بقصر الاتحادية بلا ان الجهود المصرية الحثيثة نحو استمرار تنسيق وتشاور المكثف بين الجانبين مستمرة لتطوير التعاون المشترك بما يلبي طموحات الشعبين الشقيقين كما اشهد الرئيس بجهود السودان لإحلال السلام في عدد من دول المحيط الجغرافي كجنوب السودان وافريقيا الوسطى من هذا الخبر مشاهدينا نروح للخبر الخاص بزيارة الرئيس الفرنسي الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون يبدأ زيارة لمصر استقبل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمطار القاهرة مساء امس ايمانويل ماكرون رئيس جمهورية فرنسا وذلك في مستهل زيارته الرسمية الاولى لمصر منذ تولي مهام منصبه والتي تأتي بهدف تعزيز علاقات التعاون التنائي بين مصر وفرنسا في شتى المجالات بما يخدم صالح الشعبين الصديقين فضلا عن تبادل وجهات النظر بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس ماكرون ومواصلة التنسيق بين البلدين فيما يتعلق بالقضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتشهد الزيارة اليوم مباحثات موسعة بين الرئيسين ومسؤولي البلدين فضلا عن توقيع عدد من الاتفاقيات وفيما يخص القطاع الزراعي أعزائنا المشاهدين حملات مرورية مكثفة على محطات الغربلة لتوفير التقاوي الصيفية حيث تواصل وزارة الزراعة ممثلة في الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي بوزارة الزراعة استعداداتها لتوفير تقاوي المحاصيل الزراعية للموسم الصيفي من خلال حملات مرورية منظمة على محطات وإعداد التقاوي والتعرف على مدى استعدادها لتشغيل والبدء في تجهيز وإعداد التقاوي بأسعار مناسبة من هذا الخبر نروح لخبر أيضا خاص بالزراعة الزراعة علاج 12 ألف نخلة مصابة بالسوسة الحمراء وتكثيف لجان المكافحة أكد تقرير الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية بوزارة الزراعة بشأن مكافحة سوسة النخيل الحمراء إن عدد النخيل المصاب بلغ 12.822 وعدد النخيل المعالج 12.199 نخلة وعدد النخيل المقلع بلغ 527 نخلة وتحت التقليع بلغ 96 نخلة أعزائي المشاهدين بننتقل من الزراعة إلى قناة السويس عبور 127 سفينة لقناة السويس بحمول 8 مليون طن في 3 أيام نشوف مع بعض تفاصيل هذا الخبر قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة الاقتصادية العامة لمنطقة قناة السويس أن حركة الملاحة شهدت خلال الثلاثة أيام الماضية من الجمعة وحتى الأحد عبور 127 سفينة بالمجرى الملاحي لقناة السويس من الاتجاهين بحمولة 8 مليون طن كما أكد الفريق مهاب مميش أن الطفرة التي تشهدها حركة الملاحة البحرية في قناة السويس سواء من حيث العدد أو الحمولة دليل جازم على نجاح مشروع قناة السويس الجديدة نروح مع حضراتكم لخبر خاص بالصحة صحة الجيزة تحدد تسعة مراكز دائمة لعلاج فيروس سي على نفقة الدولة بالمحافظة أكدت الدكتورة هناء سرور وكيل وزارة الصحة بالجيزة أنه تم الانتهاء من تشكيل الهيكل التنظيمي لجميع العاملين وأعضاء الفريق الطبي والإداري في مراكز العلاج لفيروس سي المكون من مدير طبي ومدير مالي وإداري ومدخي البيانات وصيدالي الأول الذي تم اختيارهم من قبل الوزارة وأضافت توكيل وزارة الصحة بالجيزة أنه تم تحديد مراكز العلاج لفيروس سي مجانا على نفقة الدولة مدى الحياة وهما تسعة مراكز علاج بمستشفى أم المصريين ومستشفى بولاء العام ومستشفى أوسيم المركزي ومستشفى الوراء المركزي ومستشفى العياط المركزي ومستشفى مبارك المركزي ومستشفى الحوامدية العام ومستشفى الصف المركزي ومستشفى الوحاة البحرية ومن هذا الخبر أعزائي المشاهدين نتطلع محضاتكم على حالة التقص الأرصاد تقول أمطار على السواحل الشمالية اليوم وصغرة بالقاهرة 10 درجات يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الاثنين تقص مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية معتدل على باقي الأنحاء نهارا شديد البرودة ليلا يصل إلى حد السقيع على وسط سيناء وشمال الصعيدة كما تظهر السحبة المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الدلتة ومناطق متفرقة من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد وجنوب سيناء والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الشرقية وعلى البحر الأحمر ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك نتمنى لحضراتكم كل السلامة ويعني يريد كلنا نتوخل حذر خلال طبعا هذه الفترة من التقلبات المناخية الغير مستقرة نهتم جدا طبعا بيعني أنحنا نرتدي ملابس تقيلة خلال هذه الفترة والتغذية السليمة أعتقد شيء مهم جدا إن شاء الله يعني الفترة تتعدي على خير وقال في سلامة أعزائي المشاهدين حيكون معنا مجموعة من الفقرات الحوارية انتقناها بعناية وحيكون معنا فقرة خاصة جدا عن الطرق المستحدثة في زراعة القمح حيكون دفنا فيها دكتور عز الدين عبد الرحمن رئيس بحوث بقسم بحوث القمح فقرة أيضا مهمة جدا ويفقرة عن الرياضة وتحديدا رياضة كرة القدم وهنتكلم فيها عن التعصب الرياضي يعني إحنا بنشوف دايما الجمهور اللي بيشجع كرة القدم بيبقى عنده كده نوع من التعصب الرياضي بيحصل في بعض الأوقات بعض الحوادث الخاصة بالتعصب الرياضي داخل الملاعب وخارج أيضا الملاعب ويمكن ده مش شيء يقتصر فقط على مصر أو دولة معينة ولكن هو شيء منتشر في أغلب الدول اللي فيها اهتمام جدا برياضة كرة القدم هنتكلم نهاردة عن هذا الموضوع الهام وستراتيجة الإقلاع عن التعصب الرياضي ونحن كمان تحديدا مقبلين على بطولة الأمم الأفريقية فمهم جدا أن احنا نعرف إزاي نتخلص من التعصب الرياضي ضيف الفقرة إن شاء الله دكتور علي الغندور أخصائي تأهيل الرياضيين طيب وحيكون معنا فقرة كمان عن موضوع مهم جدا 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 كيف للدولة أن تسترد حقوقها كيف يمكن للدولة أن تعاقب كل من يتطاول على حقوق الدولة وما هي التشريعات القانونية اتجاه من ينتهك حقوق الوطن هذا سيكون موضوع فقرتنا مع الأستاذ كريم عادل المستشار القانوني ستستمتعوا معنا بإذن الله بهذه الفقرات الحوارية بعد فاصل قصير أعزائنا المشاهدين أعتقد أننا معنا تقرير صح؟ نحن معنا تقرير خاص به طبعا وزارة الداخلية في احتفال فني أقيم بمناسبة احتفال ترفيهي أقيم بمناسبة الاحتفال بالذكرى السابعة والستتين لعيد الشرطة وهذا الاحتفال حضر عدد كبير من أسر الشهداء وأيضا عدد كبير من الفنانين والشخصيات المرموقة نشوف مع حضرتكم التقرير وبعد التقرير إن شاء الله نعود مع حضرتكم أولى فقراتنا الحوارية في حالتنا النهار